حديث النفس حول الكبائر أمو محمد عايزة يعني أمو محمد وصلت لحالة من حالات الوسوسة ربنا يشفيك يا أمو محمد يا رب ولازم تكون عندك إرادة قوية ولازم تكون ذاكرة لله دائما على طول ذكر الله بيجري على لسانك عشان أقطع الوسوسة بتاع الشيطان اللي جواي لأن الشيطان بدأ يوسوسك بالسب مثلا في أشياء ممكن أحيانا بعض أقولك أنا بحس إن لساني أو فيه حديث جوايا بيسب مثلا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بيسب في الزات الإلهية أنت بهذا مأجورة مش موزورة أنت معلكش وزر لأنك أنت تعتبر الآن مريضة والحاجة دية أنت ما بتعتقدهاش بقلبك ده حاجة بتتردد جواكي الوسوسة بتتردد جواكي وأصبحت فيه أو فيه خلل الآن في بعض الوظائف فلذلك الأفضل إن أنا بروح للطب النفسي ممكن أحيانا بيكتبوا بعض الحبوب البسيطة بتزبط الدنيا ولاقي الموضوع ده راح مني ولكن لو أنت مش هتروحي يبقى إرادة قوية ما التفتش للوسوسة أكسر من ذكر الله من قراءة آية الكرسي وأتوكل على الله وما التفتش أبدا وما زعلش من اللي بيحصل جوايا وإن شاء الله أنت ربنا هيغفر لك وما فيش عليك أي زم من اللي بيحصل لك ترجمة نانسي قنقر